موسيقى 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 السلام عليكم اليوم راح نشرح شلون تلعب مع اخوياك واضافة الى شلون تلعب مع ناس بشكل دايم اذا كنت حاب تلعب مع ناس عرب راح اساعدك ان شاء الله اول شي زي ما تشوف الولان يفتح عندك بلفل 22 انا توي داخل الفل 22 وفتحنا الولان عنديك طريقتين عشا تدخل الولان فيه خيار الكورة الارضية اللي بجنب الخريطة تشوف تضغط عليها يوجك على قائمة الولان او انك تدخل على القائمة وتلف يمين يتحصل الطور هنا موجود هنا بتجيك خيارات يسار خلونا نبدأ من السهم اليسار لو ضغطت عليه بتجيك اربع خيارات اول خيار يعني لازم يرسلو لك دعوة وتقبلها عشان يدخلون الخيار الثاني اي شخص يقدر يدخل عليك بدون موافقتك على طول يدخل عليك الخيار الثالث لا استقاء ولا احد يقدر يرسلك دعوة ولا اي شخص يدخل عليك خلاص انت مقفل كل شي اخر شي بس المنظفين عندك يدخلون معك فهذا الخيار انت تختار عليك كيفك شلون تدخل علي اخويك في طريقتين الطريقة الاولى اللي هي انك تدخل علي قائمة الاستقاء زي ما تشوف وترسل للدعوة وترسل للدعوة ويقبلها ويدخل معك خيار الثاني عندك فوق ثلاث خيارات اول خيار اللي هو الاستقاء تفعل الخيار عشان تدخل علي اخويك ناس كذا والخيار هذا الناس اللي قادة تلعب اللعبها الحين خيار البحث اللي انك تضيف ايدي خويك موش ارضي يكون مضاف عندك تضيف الايدي حقه وتدخل معه على طول خلونا نجرب الحين نرسل اي شخص من اخويك على سبيلي مثال نجرب ويسام نرسله دعوة اتوقع ويسام قاد يلعب القصة اتوقع انه قاد يلعب القصة طور القصة لكن نجرب شخص ثاني نجرب ابراهيم نضغط عليه هذا الشخص مثل ما تشوف قاد يجرب الشخصيات نجرب شخصية يعني اتوقع ما يمدين ان ادخله ثالث واحد هذا ما فتح الولاين مثل ما تشوف يقول لك الولاين غير متوفر عندها الحين لفلة 16 خلونا ندخل على اي شخص عشوائي نجرب ندخل على اسم المثال ندخل على اول واحد شوف هنا ما يمدين ان يرسله اتوقع هذا راح يقبل ان شاء الله ان يقبل في ثواني قبل لا ترسل الشخص في ملاحظة راح اشرح اليكم الحين عشان تفهم ليش ما صار ليه ما يدخل كله دقائق بس زي ما تشوفون دخلنا مع الوحش هذا ما في مشكلة تكونون نفس الشخصية عادي ما يفرق تكونون نفس الشخصية نفس بعض ما في مشكلة لو كلنا نفس الشخصية هادي زي ما تشوف خلنا نجل ده بس انساعد الحين بخصوص اليكو اول اشياء اللي اللي تطيح لما ياخذها خويك راح تجيك انت بعد بنفس الوقت راح تجيك في تحت اسار اللي هو الشات هذا هو تتكلم زي ما تشوف تتكلمون هنا على كيف لو كنت حابت بتطلع من القائمة هادي تضغط على الكرة الارضية اللي موجودة فوق هنا يمديك طمعك او ترسل اضافة بالاستقاء او يمديك تطلع بالكلمة هادي تضغط خلاص كذا طلعنا من العالم حق خلاص صرنا الحالة زي ما تشوفون الشعار اللي لونه اخضر او الشخصيه اللي لونه اخضر هذي اللي صار رقم ثلاثة ما يمديك تدخل خلاص يكون فل فانت قد تشوف الناس زي ما تشوف هذا عند اثنين يمدينا ارسله داعو ان شاء الله يقبلني وادخلنا ملاحظة مهمة الشي اللي عارف عن اللعبة الولاين لما انا اكون واقف وخويه يروح يفرم يقتل الوحوش وكذا تجيها يكون اللي هي الوحوش تاخذ امك اللي هي هذه زي ما تشوف هذه الوحوش اللي تاخذها انت من العالم كل ما ياخذ اخويك راح تجيك على طول تجيك انت وتجي هو بنفس الوقت والشي الثالث والمهم لو كنت حاب تدخل مع ناس عرب انضموا الى مجتمع ابو جابر في التلقرام تلقاه تحت في اول تعليق اول ما تنضم تتكلم مع الناس اللي هناك وراح يدخلون معك وكذا تساعدون بعضا بشكل اكثر اسرع يكون متى ما بغيت احد يكون المجتمع ليك مرجع تكلم الشباب هناك وعلى طول اللي يدخلون معك او يساعدونك اتمنى تضيف نبس سناب هذا سناب حقي وشكرا لك اتمنى كان فيديو واضح والشرح واضح لو في اشياء نسيتها عن الونلاين او مميزات الونلاين اكتبه تحت بالتعليق اي شخص يقرأ تعليقك راح يستفيد منك ويعطيكم الفافية مع السلامة بيس اشتركوا في القناة